سنة أولى مدرسة خلاص قربنا دخول السنة الدراسية الجديدة بيوت وقصر مصرية كتير بتستعد لأول أيام الدراسة البيت اللي فيه مثلا حد لسه أول سنة بيخش مدرسة بتكون الأمور صعبة شوية صعبة على الأطفال صعبة كمان على الأباء والأمهات إزاي بيتم إعداد الطفل نفسيا إنه يبتدي يعيش حياة جديدة في المدرسة إزاي بنمهد لأطفالنا وولادنا إنه هم يبدأوا حياتهم الدراسية وعام دراسي جديد يستوعبوا الحياة دي ويتواصلوا كمان مع محيط جديد عنهم بعيد عن البيت طبعا كلام كتير جدا هنتكلمه في الفقرة دي وسنة أولى مدرسة بسنت الفكرة زي يخلي إبني بقى يستقبل العام الدراسي بطاقة إيجابية ويكون عنده حب لأنه يروح المدرسة وإزاي إنه هو يعمل صحاب جداد وكل الحاجات دي هنعرف إيجابتها من دفتنا اللي بنورانا في الستوديو النهاردة دكتورة ربوبش ششتاوي استشاري علم النفس أهلا بيك يا داكتور أهلا وسهلا يعني إزاي أخلي إبني يستقبل العام الدراسي الجديد الأول ليه بطاقة كده إيجابية أنا كأم إزاي أأهله نفسيا أن ده فكرة كمان الأمهات ساعات كثيرة بيحبوا من الصغر كده أن هم يعملوا صحاب جديدة لولادهم فكل دا أهل إبني نفسان عليه زي هم أبدئيا لازم بعض المفاهيم والأفكار في المغرق ما تتغير أول حاجة إن الأول في المدرسة مش هو الأول في الحياة وإحنا كلنا في التعليم وشفنا يعني شفنا أوائل الكلية عندنا وقوائل سنوية عامة ممكن ما تعرفيش أساميهم دلوقت بالضبط ومش كل اللي دخلوا طبه وهندسة هم أغنى ناس في الحياة ولا أسعد ناس في الزواج ولا أي حاجة فلازم يكون مدركين إن أنا ابني المفروض يبقى عنده مؤهلات للحياة المدرسة مناخ اجتماعي أكتر منه دراسي إنه بيتعامل مع الأكبر بعد شوية يتعامل مع الأصغر فهو لازم يعرف يتعامل كويس فهي مناخ اجتماعي فعلاقاته الاجتماعية أهم من درجاته مناخ اجتماعي طبعا يعني أولنا بقى أكتر يعني هم عملوا دراسة في نظرية الزكاءات المتعددة إن في كذا زكاء مش الزكاء الأكاديمي إن أنا أجيب أعلى درجة قالوا لأ يعني مثلا زي محمد صلاح عنده زكاء حركي الموسيقرة عمر خيرت عنده زكاء موسيقي الخطباء بتوع الجامع المساجد بيبقى عندهم زكاء لغوي ففيه كذا زكاء فلاقوا إن المشاهير بتوع العالم المشاهير مش هم الجينيوس كلنا مخينا بيعالج المعلومات زي بعض لقوا المشاهير بتوع العالم عندهم حكتين دي اللي المفروض كل قب تركز إن هم يبقوا في ابنها من هو ببيه أول حاجة يبقى عنده مثابرة تاني حاجة يبقى عنده زكاء اجتماعي المثابرة إن هو ما يرجعش وأنا مامتي وأنا صغيرة كنا بتعمليننا الموضوع ده مثلا بنجيب له مفاتيح أو سلسلة وهو ببيه صغير يجي أخدها تشدها مننا فنرجع ناخدها تاني تشدها مننا دي بتولد عند الطفل الإصرار الإصرار يا الحاجة آه منه هو صغير منه هو صغير لسه ببيه لسه بيشبع الحاجة ما يزهقش لما يقرأ كتاب لازم يجيبه للآخر أوكي لو هو لقدر الله فشل ما يتعقتش لا لا ده أنا هنجح وثابة فلازم يكون في المخة مش إن هو يجيب درجات نهائية إن هو يبقى عنده مثابرة إن إحنا نكمل إن إحنا لو إحنا حتى وإحنا بنلعب لو إن هزمنا في مباراة في مباراة جاية لو في امتحان في امتحان جاي إن إحنا لو في قصة لازم نكملها لآخر يبقى تزرع فيه المثابرة تاني حاجة زكاء الاجتماعي إن هو يعرف يتعامل مع قرانائه ومع زميله ومع أسد زيته أنا مش مهم إن هو يجيب درجات نهائية المهم إن تبقى علاقاته طيبة صحيح وعلاقاته طيبة دي سهلة إن هو مثلا لو خد بمبون معاه وبمبون دي بتعلي يعني من الحاجات اللي سعرها بسيط قوي ووزع على صحابه هيبقى فيه طاقة إيجابية بينهم لو في حد من صحابه زعلان أقوله طيب أنت ما سألتوش زعلان ليه فلان عيد ميلاده ده لو جاب له حاجة بسيطة جدا يعني إيه قوله مثلا هابي بيرث داي إن هو يمتصر خلافات إن هو يصلح إن هو يبقى قائد ما هو بقى كده في الحالة دي هيبقى قائد إن فكرة أنا قائد دي كمان إن أنا أخليه يشوف حاجات صحابه ما شافوهاش يعني مثلا والفي الكاهرة محظوظين بالقصة دي عن الأقاليم يعني إن أنا مثلا أخذ واروح مسرح العرائز أخذ واروح المسرح القومي للطفل فهيروح يحكي لصحابه شوف حاجة تجربة جديدة هتبقى بالنسبة للأطفال حاجة مش كلهم شافوها دكتور رباب نروح بقى الأول يوم مدرسة هل في أول يوم مدرسة يعني ضروري إنه يبقى فيه الأب والأم يروحوا مع ولادهم يعني طبعا ده أول يوم الطفل بيخرج من البيت اللي متعود عليه على طول لمكان جديد ناس جديدة بيتعامل معهم لأول مرة في حياته هل من الأفضل إنه الأم تبقى موجودة في أول يوم مدرسة أو الأب هو أكتر من يوم كمان أيو أيو طبيعي خصوصا يعني اللي هو أول طفل لأن أول طفل خبرة المدرسة بنسبة له جديدة وصحاء إخواته مرحوش يعني لو الطفل الثاني أو الثالث لو بينهم سن صغير يعني ساعات بيبقى فيه طفل صغير كده الواحدة وأخواته كبار فمعندوش برضو فكرة المدرسة لكن لو هو صحاء إخواته أكبر من هو نفسه يروح المدرسة زي إخواته فده عادي إن أنا ممكن أوصله واسيبه هترجع مع أخوك أو هترجع مع أخته أخته أو أخوه بيوانسوه لكن لو أنا معندي لسه أول ببيه فلازم أروح معي لأنه هو بيبقى متشبس بالأم والأم دي على فكرة الأم دي الأمان يعني الأم بالنسبة للطفل الأمان إحنا لما بنكبر بندرك إن أماننا كان الأب بس ده بعد ما بنكبر إنه هو ظهرنا الأب بس الطفل هو صغير هو أمان الأم فلازم الأم تروح معي بس لازم يكون صحي فائق يعني ما هو ما ينفعش هو متعود يصحى الساعة 12 وينام الساعة 3 وصحيه الساعة 6 فأنا لقيت إن البلاد اللي ثقافتها القهوة إحنا ناس ثقافتنا الشاي إن البلاد اللي ثقافتها القهوة بيعملوا بقى حاجة لطيفة قوي يعني ربع معلقة ربع معلقة على شوية لبن كبار كباية لبن وممكن نحليها بعسل النحلة مثلا أو بالزنجبيل عشان البرد ويبقى العسل نحن أنت بيوتك ويدوها للولد الصبح فكده بيروح مركز فما بينامش في الايه ما بينامش في المدرسة لما بييجي ما بينامش لإن تنظيم الوقت للطفل ده أهم حاجة إن هو يجي ما ينامش إن هو لو جي نم هيصحى على عشرة أو على سبعة أو على ثمانية مشاهرة في نم بادرة يصحى تاني يوم مش مركز فهو بيخلوه يعني لما بيجي من المدرسة بيفضل بقى نشوفه خد إيه أو يعني يلعب ما يحسش للمدرسة يعني انت روحت للمدرسة مفيش لعب مفيش كارتون مفيش لأ ما يحسش المدرسة خلعته فبيبتدي يمارس حياته شوية شوية يجي على سبعة أو تمانية بيبقى خلاص بقى مش قادر فينام ويصحى تاني يوم فيه شوية شوية هيتعود إن هو يصحى ستة أو سبعة فيه وسبعة أو تمانية هيبقى في السرير ده هيريح كتير الأم لأن الأطفال اللي ما بيشوفهم الصبح وهم في الباص بتاع المدرسة منظرهم صعب جدا نايمين يا حبيبي وعلى بيفوقوا يعني على ما بيفوقوا بتكون نص اليوم خلاص ويجوا بقى يناموا في البيت وبعدين يصحوا سبعة تمانية بيبقوا مجهدين والأم بدقة من الفجر على فكرة ده موسم أمهات صعب جدا يعني الأطفال بأن يكون فعونهم جميع أي والأمهات هتسحب بعد قبل الفجرة وتيجي تنام بعد يعني بعد عشر أحداشر اتناشر فبيبقى صعب جدا نايمين مش عايزين بس كلمة إيه ربنا يكون فعونهم افتكروهم بهدية افتكروهم بوردة افتكروهم بكلمة افتكروهم بأي حالة دي دعوة حلوة نايمين يكون فعونهم دي دعوة حلوة آه لأ يعني يعني دا لهم حاجة مدية طيب حاجة تانية طيب الفصل ما بين الأم والابن دا الابن دايما بيبقى يعني مرتبط جدا بمامته طول الوقت عايزها معاه بحيث هي مصدر الأمان زي ما حضرتك قلت عايزها دايما جنبه وهاي في الأجازة كانت معاه طول الوقت النهار دا احنا هنبعد عن بعض عدد حلو في اليوم كده من الساعات يعني فالفصل دا ازاي أهل ابني ليه نفسيا من قبل المدرسة عشان ما بقاش عنده عارفة احنا هكونا يمكن قبل هوا بكلم حضرتك بقولك ريحة الجو كده ورق كراريس وكتب ووضح ان أنا عندي بعد experience من الموضوع دا او trauma من الموضوع دا فازاي نجنب ولادنا حاجة زي دي ونخليها تجربة اجتماعية فعلا زي ما حضرتك وتتقولي لطيفة وعود ابني ان المدرسة دي حاجة حلوة هتروحها يعني هتلعب مع صحابك شوية المسها تشرح لك حاجة جديدة هتفهم حاجة جديدة النهار دا انا هقولك التروما دي انا بكل اسف ممكن اقولك انها ممكن تتنقل لابنك هي هتتنقل لابني اكيد اكيد على الفكرة احنا متصلين مع ولادنا بالصاب كونش يسمي الله شعور بياخدوا افكارنا بياخدوا مخاوفنا الام الحساسة اطفالها حساسين الام اللي عندها تروما بتدقل لولادها نفس التروما اولا لازم تكون الام واثقة من حاجة ان التعلم عملية ارادية طفل ما بيتعلمش لهو حابب فلازم يروح مبسوط ولازم يكون عنده خبرة التعلم خبرة التعلم ازاي القصة مش ورق وقلم مش ان انا قاعد معهم منهم ورقة عشان اجيب له عقدة وصابعة صغيرة لا حرام لو انا لعبته كوتشينا هيبقى كويس في الماثيماتيك هيبقى عنده زكاء حسابي يعني من هو ثلاث سنين ابتدي انا لعبه كوتشينا او يمكن سنتين كمان الورق اللي شبه بعض مع بعض فهو حابب ان هو يلعب كوتشينا مع أخواته او مع الأم فيبقى كويس في الماثيماتيك فلما يبقى كويس في الماثيماتيك مسلا ويروح مدرسة الماثيماتيك او مدرسة الحساب في المدرسة هتقوله برافو وهي فهيحب المدرسة حم لانه اصلا عارف الأرقاب وادهه له بالانجليش وادهه له بالعربي ممكنادهه بالفرنش حم بحيث يبقى عنده معالجة المعلومات في المخ بالإنجليزي وبالعربي وممكن بالفرنسي ولأن فيه أولاد بيفكروا الإنجليزي ما عرفوش يفكروا عربي والعكس عشان مثلا أعلمه العربي أنه هو يتفرج على كرتون باللغة العربية الفصحة هياخد ينطق صح يخلع لسانه في الثاء وبعدين أجيب له المجلات ولا أجيب قصة الأميرات والقصص دي ولا أجيب الحاجات العنف وأجيب القصص العادية والد ديزني والحاجات العادية لأنها أكثر وقعية وأبتدي هو مش هيعرف يقرأ أبتدي يقوله شوف الصورة بيقوله إيه فهيبقى عنده زكاء بصري لما يكبر شوية هيعرف يقرأ فكده مش محتاجة ماللي وهيتعود على القراءة وهيلاقي أمانه في الكتاب فهيبقى الكتاب بالنسباله مصدر متعة مش مصدر إزعاج ليه لأنه ارتبط بالأم وبمناخ لطيف لو إحنا مسافرين فهنركب قطرة أو رجبية العربية أجيب له مجلة نقرأها سأولا لو أنا بقرأ كتاب لو كتاب معقد جدا وانا كنت بعمل ده يا مامي انتي بتقرأ إيه ده في حكاية كذا 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 وحكي لها حكاية ملهاش علاقة بالكتاب بس بيرتبط ارتباط إيجابي بالكتاب فيطلع الطفل عنده حب للمعرفة وقرأة العمر هو كده في أمان ده أجمل حاجة اللي حاجة تقوليها ياريتنا نعمل كده لأن احنا دلوقت بنسيب أطفالنا مع أجهزة الموبايل والآيباد للأسف 24 ساعة فبينسى فكرة أنه يمسي الكتاب بإيده ويبقى عنده الحتة لحركة لتيها دي المثابرة أنه يمسي الكتاب بيقرأه من أوله لآخر فده مهم جدا نحن نزرع في أطفالنا فكرة إبنه إزاي يبقى عنده علاقة مع الكتاب والحواديث والقصص إحنا كلمنا على الأمهات وطبعا يعني دورهم يعني ما يذكرهش الولاد ما يملهمش الهومورك آه بالضبط زي ما ينفعش الهومورك ده للطفل حتى هو في سن صغيرة قوي كده الطفل في السن الصغير مفروض ما عندهش هومورك كل بلاد العالم ما بيعاقبوش أولاده ما بيعاقبوش أولاده هو قصة الهومورك هي قصة للتزام هي فكرة في أنه يطلع ملتزم بس هو ممكن يتعلم يعني بره بيتعلمه باللعب بيتعلم باللعب لكن إن أنا عصابة صغيرة وإن أنا أباقبو ويكتب الحاجة 100 مرة و200 مرة و300 مرة دي حاجة أوفر طب دوري أنا هنا كأب يعني طبعا الأمهات اللي بيصحوا بدري ويزبطوا لسانويتشات وينزلوا الباص المدرسة طبعا كل حاجة بعملوها بس في دور مهم للأباء كمان في البيوت مصري في المدرس بحضرتك رسالة في بعض الأحيان الأباء يقول لي خلاص هي بتعمل كل حاجة وهي يعني التفاصيل الصغيرة دي هي اللي هتودي المدرسة مش لازم أنا روح معاه أول يوم مدرسة مهم كمان يبقى دور يعني في حضور ودور مهم للأب في الجزئية الخاصة بتاعة سنة أولى مدرسة طبعا يا لو مش هندقيقه يا لا هو عمتا يعني إيه عنده شغل أنا عارفة أن الأباء مضغوطة ومضغوطة من حاجات كتير فأول حاجة أنه هو يبقى لطيف مع الأم طبع دي جميلة مهمة جدا دي أهم حاجة لهو متخنق على أي حاجة مع الأم على أي حاجة على زيارة على شوبي على أي حاجة مع الأم طبيعي الأم اللي مش مستريحة ده هيتسرب للطفل هو مش عارف مامتو مش دعلان بس هي هتصحيه بمود مش كويس صح هتصحيه هامة نرفازة صح هتصحيه ووسطها مش لطيف فهتلاقي إن البيت كله كهر أوكي مهم في أطفال فعلا بيحبوا بيكون مرتبطين بالأباء أكتر ليه؟ لأن فيه أباء لطاف جدا ما بيزعقوش بيجي بالليل ينام ويصحى الصبح يا حبيبي عايز حاجة فما بيشوفش فهو الأطفال اللي بيحسوا بالأمان أكتر مع الأب يعني فيه بيوت وده الطبيعي إن الأم بتبقى شارسة في البيت وهدية برا البيت والأب العكس بيبقى شارس برا البيت ولطيف في البيت زي الطيور يعني إحنا دايما مرجعيتنا الطيور يعني حتى أي طيور هتلاقي إن الأب أو التر الزكر يعني بيبقى هو اللي بيطير ويتحرك برا البيت لكن في البيت لو قربت ناحية العش الأنسة هي اللي بتدافع فده الطبيعي بتاعنا إن الأنسة شارسة في البيت ففي بعض البيوت بتبقى الأمهات قوية جدا وقاسية معهم يعني مش قاسية فيها شدة مع الأطفال فبيحسوا باللطفة أكتر مع الأب ففي الحالة دي قبل ما بيوديهم المدرسة بيشترون لهم حاجة حلوة الصبح وبتاع لا بيبقوا طبعا الدنيا لطيفة لأنه بالنسباله مامته شخصية عسكرية شخصية قوية زيادة وهي ضغطة على ابنها فكرة إن عايزة ابنها أحسن حد في الدنيا فمش بالضغط ابنك هيبقى أحسن حد في الدنيا ولازم أقبل إن ابني كويس في حاجة وعادي في حاجة فاهمين أصدقى مثلا لو هو في الرياضة مثلا كويس جدا فأنا أقبل إنه هو في المدرسة درجاته حلوة إنه هو ما بيسقطش وإنه هو ممكن يدخل أي كلية ويبقى فيها يعني ممكن يبقى باحث فيها أو عالم فيها يعني أقبل إن أنا ابني بدرجة من النقص لأن إحنا بشر لكن في بعض الأمهات عايزة ابنها بيرفكت في كل حاجة سوفر في كل حاجة فده بيضغط على الطفل وللأسف بيبقى أقرب للفشل في كل حاجة لأن كل لا وبيضغط على الأسرة كلها يعني الأب أصلا بيبقى عايد في البيت مخنوق من الست اللي عادة بتزع 24 ساعة ما هي عايزة الأول في القصة والأول في النادي مش بيساعد والعيال بيشعر يعني بتلاقي إن الأسرة كلها بالضيئة من الموضوع ده ففعلا يعني أنا بشوف إنه أنا أنا شخصيا يعني إن شاء الله أنا عايزة أربي ابني على كده إنه أنت مش لازم تكون كويس في كل حاجة ولا شاطر في كل حاجة وبعدين فيه نقطة كمان إن أنا ابني أول ما يدخل يلا بقى نشوف أخوك كان بيطلع الأول شوف أنت هتعمليه ابني خالتك طلع كذا شوف أنت تلعي دي بتخلي ابني ما أنا بقولك إياه فترة زمنية رحمة بقى لا الفكرة غلط إن أنا ابني في الحالة دي هيكره أكرانه وأي واحد هيجيب درجة أعلى منه هيبقى نفسه يحطمه لأنه حاسس إن هو بي نفسه والمنافسة هتاخد جزء من طاقته فمش هيركز في الدراسة طاقته النفسيا فمش هيركز في الدراسة وبعد كده هينعكز ده في حيط الأسرية يعني مثلا بنتي لو أنا بقولها كده فهي لما تتجاوز فتشوف جزء صاحبتها أو جزء اختها بيعمل حاجة جزءها مش بيعمل ما فيش حد كامل في كل حاجة فالمقرنة دي الفكر بيعمم والطفل بيعمم فتنتقل لكل حياته فأنا ماينفعش أقرد ابني بحد إن أنا أقرنه بأداءه إن أنت الشهر ده أحسن من الشهر أقرنه بنفسه الأسبوع ده أحسن من الأسبوع اللي فات الهومورك النهارده أنا تابعه من بعيد عندك هومورك تب خلصوا بقولي لو خلصتوا عملك حاجة هلو في حاجة لطيفة بيعملوا لأطفال الصغيرين إنهما بيعلق لهم ورقة كده فيها زي جوائز كل ما تابل حاجة كويسة أحط لك ستيكرز خمسة ستيكرز هتاخد جايز عملت حاجة وحشة هشيل ستيكرز إنت النهارده مثلا خلصت الهومورك مثلا في ساعة طب بكرة إراك نحاول نقلله شوية الطفل ما دارش يقعد ساعة يعني ممكن تلت ساعة في عشر دقايق في كده طب نقلله شوية لو أنت قللته شوية دكتور رباب أخليه الواحد هو اللي يشتغل أنا تابعه لإننا دايما فيه غلطة بنقع فيها كتير جدا في بيوتنا إن إحنا بنعود ولادنا إن أنا أبقى جنبه وهو بيذاكر لو فيه حاجة بشعارف يعملها فأنا اللي بعمله الهومورك أكملهله أو أساعده ده بيخلي بعد كده إنه ابني أو بنتي يعتمدوا بشكل كبير على باباهم ومامتهم في الواجد لأ أنا المفروض بتابع ولو هو مش فاهم حاجة أنا لطيف قوي إن أنا أقوله روح لي الميس قلها لو سمحت يشرحي لي دي تاني أنا ممكن أشرح بطريقة مختلفة فأنا بغير الدنيا ممكن أنطق بطريقة مختلفة ممكن لتنين صح ممكن أمريكان وبريتش يعني عادي بس أنا برضو هتبقى الدنيا مش لطيفة غير كده أعلمه إنه هو مش فاهم حاجة مش عايد وإنه هو من حق يحصل على المعلومة ومن حقه إنه هو لو مش فاهم يقول أنا ما فهمتش إن دوت مش هينطقس منه وأنا أتابعه من بعيد لو عنده مشكلة بينه ومن المدرسة لأ ما روحش هتخاني أو بينه من صحابه والخناقات المامز اللي بتحصل دي خالص أنا ما بتدخلش لإن دول أطفال فالكبار المفروض ما يدخلوش ركز يا الحتة دي يا دكتور بالنسبة للناس الكبار أنتوا مالكوش زعوا بالكلام دي دول عيال صغيرة بتلعب مع بعض هم يحلوا مشاكلهم سوا لأن المدرسة خبرة اجتماعية خبرة مجتمع بالضبط دكتور بالنسبة أن هي خبرة اجتماعية إحنا بنتكلم على دايما الصحاب دايما يقول لك أحسن صحاب عندي صحاب المدرسة عمر ما حد يقدر يعود صحاب المدرسة إزاي الأم النهاردة تركز على الفكرة دي أو إزاي الأم النهاردة تشتغل على فكرة صحاب المدرسة إيه الدور اللي عليها عشان الصحاب دول يبقوا كويسين مع بعض ما يبقاش هو أو هو بتعرض لتنمر أو هم بيعملوا شل عليه يعني زي مع سعاد بنشوف دي حاجة تاني حاجة أتعامل إزاي مع المدرس المتنمر فهمها أصدق سعاد كثيرة قوي بيبقى المدرس نفسه مش بيساعد الطفل فأتعامل إزاي مع الاتنين دول هو مبدئيا لازم أربي الولد إن هو المحك المحك القيب للأخلاق يعني مش قلبس حلوة عشان يقوله الله جيب درجات عالية عشان يسقفولك قلبس حلو عشان تبقى أحلى واحدة في المدرسة أو أجمل واحدة في المدرسة لا ما ينفعش ما ينفعش دايما من كلام إن أخلي المحك كلام إن أنا عايزك أحسن واحد في العيلة يعني دايما ياخد قيمته من رأيي الناس لازم أفهمه إن رأيي الناس ده مش مهم طعم لإن دايما يعني على مر التاريخ حاش بتتفق على حد بصرف النظر يعني وقليل من عبادي دايما الكويس قليل يعني دايما الناس عماتنا لما بتتفق غالبا بتتفق على السيء فلازم أقولهم إن رأيي الناس ده مش مهم أنت ألبس حلو عشان أنت تبقى حلو جيب درجات كويس عشان أنت تبقى راضي عن نفسك عشان تحس إن أنت أحسن لكن مش عشان رأيي الناس لو حد تنمر عليه عادي على فكرة أنا مش المفروض في أمهات عندهم هم عقدة للاتهاد فبيورسوها لولادهم فأنا أقوله على فكرة ما فيش حد عاجب الناس طول الوقت وأنا كتير حصل لي كده وبابا كتير حصل له كده يعني ما تهتمش بالموضوع الموضوع هي صغر الموضوع تافه أصلا فلكن أنا ممكن أأكد على ده وممكن أخلهله لا إزاي يقولك كده وما ينفعش ومش عارفة إيه وإزاي ولازم أروح لا أنا لو تفهت الموضوع عادي جدا يعني لو بنطلونه تقطع مثلا فالولاد تنمروا عليه طب أوريك الدوليب ولا عندما بسين كم حاجة مقطعه ودي معرض إنها تحصل لأي حد لو هو وقع وهو طالع نجمات بيقعوا على المسرح فأبين له إن أي مشكلة حصلت عادي وإن هو ما يقفش عند الناس اللي عندهم طاقة سلبية إن هو ما يستقبلهاش إن هو يبقى عنده نفسيا قوي ودايما أدعمه أنا عارفة إن أنت كويس وإن أنت هايل وإن أنت بتقدر تستوعب الكل وإن أنت ما فيش حد يقدر يستفزك ولما ابن يغضب لازم علمه السيطرة على الغضب لأن الغضب ده حاجة مش كويسة ومع ذلك سيطرة على الغضب إن هو ياخد حقه يعني مش معنى سيطرة على الغضب إن هو ما ياخدش حقه لا إن أنت ممكن تروح وتكلم الميز وتقول كذا كذا أو تقول لصاحبك ما تقولش كده تاني لأن لو قلت كده تاني هيحصل واحد اتنين تلات فهو ياخد حقه بس ده ما ينلش من جواه يعني ما يتحطموش نفسيا إنه ده قريدي بيحصل بحيث لما يكبر ويتعرض للتنور تبقى خبرة أصلا قديمة عنده ما إحنا طول عمرنا يعني مين في المدرسة ما تنمرش أحدش نمر عليه أعتقد إن إحنا كلنا تعرضنا للمواقف دي بس فيه ناس يتعاملوا معها بطريقة صحية وناس ما يتعاملوا معها بطريقة سلبية وإده أنا فجأت إن فيه فيديوهات التنمر موجود بين الحيوانات يعني موجودة ساقف يعني مثلا مرة شفت فيديو كده قطت رجليها مكسورة بتمشي ماشية معينة لقيت قطت وراها قلت نفس الماشية يعني بسعات بتحصل كده هيومير ده كوميديا أكثر أيوة أيوة يعني هي خبرات مختلفة وكمان مهم جدا زي ما حضرتك قلت إن المدرسة خبرة اجتماعية مهمة لإبني أو بنتي بيش بس تحصيل علمي هو بيش راح يتعلم لا 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 هو بيعمل شخصيته في الحياة يعني شخصية أي إنسان في الدنيا بتتكون في الأيام الأولى من الدراسة أو سيني أولى من الدراسة قصة الدروس دي يعني حرام يدخل المدرسة وياخد دروس يعني ما هو برضو الطفل ده وقته وعمر فأنا ما ينفعش الصبح في المدرسة وآخر النهار في الدروس شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا دكتور رباب ششتاوي استشاري علم النفس صباح الفل عليك صباح جميل شكرا يا دكتور مرة تانية